ولذلك من أجمل القصص التي ذكرت في تاريخ المسلمين من أجملها والله في المحاجة أن رجلا سني قال القرآن كلام الله فأتي به إلى خليفة من الخلفاء وكبل بالسلاسل لأن هذه فتنة لازم تقول قرآن مخلوق لا تقول كلام الله الله يتكلم الله لا يتكلم عند المعتزلة وعند الله أن الله يتكلم وعند الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الله يتكلم وعند الصعابة فهؤلاء المعتزل قال لا القرآن كلام كلام الله لا ليس بكلامه مخلوق من مخلوقات الله الله ما يتكلم فلما أتي بهذا الشيخ وقال شيخ شامي وقال القرآن كلام الله أتوا إليه بأحمد بن بدعات هذا المبتدع الكبير هذا مفتي الخلفاء فقال هذا الشيخ الفقير الإنسان الموثق بالحديد قال لي ابن بدعات أنت ما تستطيع تناظرني لست بمقامي غضب هذا هذا كبير فقال له أسأل أم تسأل يقول الشيخ الشامي لهذا المعتزل ابن أبي دعات أحمد ابن أبي دعات قال سل قال ما تقول في القرآن قال ابن أبي دعات مخلوق قال قولك مخلوق علمه الرسول صلى الله عليه وسلم أم جهله قال ذاك بكل وقاحة جهله الرسول صلى الله عليه وسلم يجهل بين القرآن مخلوق قال علمه بكر أم جهله قال جهله عمر عثمان علي جهله فالتفت هذا الشيخ الشامي للخليفة قال ما شاء الله علمه جهله الرسول صلى الله عليه وسلم وأدركه ابن أبي دعات جهله أبو بكر وأدركه ابن أبي دعات عمر عثمان علي جهله وأدركه ابن أبي دعات ما شاء الله فسقط هذا الرجل قال أقلني يعني عيد عيد من جديد نقاش قال تسأل أم أسأل قال سل قال ما تقول في القرآن قال مخلوق من قال مخلوق ابن أبي دعات قال الشيخ الشامي قولك مخلوق علمه النبي صلى الله عليه وسلم أم جهله قال علمه أبو بكر علمه عمر عثمان علمه قال لما علم النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن مخلوق تكلم بذلك أم سكت إذا قال تكلم قيل له إيش قال سكت يعلم رضاً بأنه مخلوق وسكت أبو بكر قال سكت عمر عثمان سكت قال الشيخ ما شاء الله علم علمه النبي صلى الله عليه وسلم وسكت ولم يسع ابن بدؤاد أن يسكت علم علمه أبو بكر وسكت ولم يسكت ابن بدؤاد علمه عمر عثمان علي فسقط هذا الرجل فقال الخليفة لا وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاه انظر هذا دين طبق القاعدة أتى واحد بمولد يرقصه يذكر الله يطبله يصلى على النبي عثم السلام يفعل فعيل هذه استوى استولى وغير وغير قل تعال علمه الرسول صلى الله عليه وسلم من جهله ان قال جهله سقط وان قال علمه قل هات برهانكم وان قال علمه سكت يخي لماذا لا تسكت لماذا لا تسكت كما سكت الرسول صلى الله عليه وسلم اشتركوا في القناة